يعني اليوم خلي الكل تعلم بها أستاذ نجيم أجلنا مستثمر عراقي متمكن إمكانية عنده فكرة هو طبيب عراقي وعايش بالإمارات أجايب فكرة يقول أنا جيتكم فكرة مختلفة أنا أريد أسوي مستشفى لزراعة الكلاب العراق أحنا بحاجة ألها قبل كانت عندنا بثمانينات نذكرها ثمانينات تسعينات كانت مستشفى الخيال مالويد الخيال اليوم أجانا بفكرة جديدة يعني سنة 2022 و23 بفكرة متطورة بمعدات متطورة بأجهزة حديثة بمستشفى يقول أنا راصد لها أدبلها 300 مليون دولار 250 مليون دولار يعني بفلوسة بفلوسة الرجال أجي واختار قطعة أرض ومشينا بالأوراق ومشينا بالمعاملة واصطدمنا بمشكلة كبيرة في هيئة الثمار على القانون الـ 245 على طريقة الإعلان دخلوا الولادة اللي أنت تسميهم تسميهم الولد الولاد أنا ما نعرفش تسميهم أي الولدية أي نفسون الولد أي نفسون الطبيب في مجال عمله وهددوا الطبيب وقلوا له إحنا رح نقتلك ورح نقطفك ورح ورح نسوي بيك ما نسوي الآن أجي الرجال قال عمي أنا نسحب وعذروني وثي ما لا راجع قد بالإمارات معزز مكرم عدي مستشفى والله مفضل عليه وثي ما لا بلدي ما يردوني أخوانا أخذوها الحالة لهم شالوا الملف يدللون بي يا من اللي يشتري فقال الفقرة الثانية اللي صارت هل تعديلات قال قال احنا اليوم اللي يخلق الفرصة واليصنع الفرصة إلى 25 نقطة مقدمة يعني ينطول أولوية أنا أشوف هذا التعديل كان جيد جدا زيان هذا الدكتور هو اللي يخلق الفرصة ايه هذا الرجال فيه قبل التعديل الدكتور ما لا أحظ ولا أحظ رجع الرجال كل شي ما كم الآن احنا بعد ما كتبنا بهذا المجال 25 نقطة ينطول صاحب الفكرة أو اللي يصنع المشروع الاستثماري الطبيب راح رجع للإمارات هسترجع راح احنا خسرنا احنا خسرنا كشعب خسر والولد اللي هدده موجودين أحزاب موجودين الإخوان بيشتغلون أحزاب يا الله مين يكونون ميليشيات وقحة مين يكونون مين يكونون هاي القصة سامع بها دولة الرئيس شوف السيد الشياء السوداني محمد الشياء أبو مصطفى إلى كل الاحترام والتقدير أخ عزيز ومحترم قبل ما يكون رئيس وزراء العراق وأن الفخر أنه هو من عندنا خرج من رحم مجلس النواب مجلس النواب اخواني هو يمثل الشعب العراقي هذا الرجال صار تدرج بالوظيفة كان محافظ قائم مقام محافظ وزير 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 صار رئيس عظم مجلس النواب صار رئيس وزراء عاش الظروف الشعبوية الشعبية الشعب العراقي شنو اللي اطلع على هاي التفاصيل هو كان يجلس بينا احنا كنا نناقش هاي التفاصيل فحتى موضوع المستشفيات زيارة الامور كل هاي اطلع به لأن هو عراقي الداخل هو من بيئة شعبية عراقية بسيطة يعرف تفاصيل المجتمع فهذه التفاصيل كلها يعرفها على درائبها من خلالك يعني احنا حتشينا وياه وجه الوجه لو بكتب رسول لا 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 حتشينا وياه كعلاقتنا الطيبة به شكال قلنا لدولة الرئيس اليوم انت لازم انحط نقاطها الحروب